وبنبدأ نشطنا الفنية مع الفنانة ريهم حجاج اللي قالت ان شخصيتها في مسلسل جميلة مكتوبة بشكل جيد في السيناريو ولما السيناريو اتحول لحم ودم وذكرت كل التفاصيل الخارجية والداخلية للشخصية بداية من شكل جميلة وملابسها وتعاملاتها ونبرد صوتها وندفعها حتى تكون الشخصية حتى تكوين الشخصية الداخلي وأحسسها بالإضافة إلى أن القصة مكتوبة بشكل واضح وعبقري من المؤلف أيمن سلامة والفنان أحمد خالد صالح قال أن سبب حماسه الشديد للتواجد في مسلسل تحت الوصاية هو أن العمل بطولة الفنانة مونة زكي وقال أنت هنا قدام مسلسل متوافر في كل عوامل النجاح بداية من المخرج محمد شاكر خضير والمؤلفين خالد دياب وإشرين دياب ووجود فريق عمل مميز زي الفنان دياب ونوها عبدين وغيرهم من الفنانين المتميزين أحمد قال كمان أن حلمه تحقق بالعمل مع مونة زكي في مسلسل تحت الوصاية عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بمسلسل تحت الوصاية للفنانة مونة زكي وكتب قطاع كبير من الجمهور منشورات على حسابتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن حبهم للفنانة مونة زكي واللي اعتبروها في تغريداتهم أنها فخر السينما المصرية وأن أعمالها من الأعمال اللي بتأثر في قلوب المشاهدين زي مسلسل تحت الوصاية الفنان أحمد والي قال أنه حب تكسيد شخصية أحمد في مسلسل الكتيبة 101 بشكل بسيط وحقيقي وقال لما قريت الورق كله خصوصا أول 15 حلقة أعتفكر إزاي أعمله بشكل بسيط وحقيقي جدا قال كمان أن مشاركته في الكتيبة 101 شرف عظيم وفرصة مش هتتكرر النجم وليد فواز اتكلم عن دوره في مسلسل رسالة الإمام وقال أنا ما فكرتش أصلا لأسباب كتير أوي أنا اللي رشحني المسلسل رسالة الإمام تامر محسن وهو اللي قدمي بشكل واضح للناس من خلال مسلسل بدون ذكر أسماء تأليف الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد ولما تامر كلمني وقال إحنا عندنا مشروع مع المخرج اللي سحجه ومن زمان كان نفسي أشتغل مع اللي سحجه لأن الشغل معاه متعب كل العناصر مكتملة والمسلسل فرصة مش هتتعوض فريق عمل مسلسل حضرة العمدة ودع لوكيشن التصوير بعد الانتهاء من تصوير كل مشاهد المسلسل بيواصل المخرج عاد الأديب حاليا منتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل اللي تصدر الترند من بداية انطلاق أول حلقاته خصوصا أنه بينائش العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية اللي بتساهم في الارتقاء بالوعي والذوق العام والفنان أحمد العواضي عبر عن ساعته بردود الأفعال حول مسلسل يحيى وكنوز في الموسم الثاني وقال العواضي حققنا نجاح كبير خلال الموسم الأول وسعيد أني موجود في الموسم الثاني خصوصا أنه في حالة نجاح كبيرة للمسلسل زي ما حصل السنة اللي فاتت الفنان أحمد عبد الله اللي بيجسد شخصية كارم فتح الله في مسلسل جعفر العمدة قال أنه سعيد بردود الأفعال حول المسلسل وأن المخرج محمد سامي قدم عمل فني مميز الحقيقة أنت لما بتشتغل مع محمد سامي بتاخد التلاتين حلقة بشكل كامل وبتقدر تفهم المسلسل بشكل أوضح وهنا بيكون فيه فرصة كبيرة جدا أنك تفهم المسلسل مرة واثنين وثلاثة وخلصت نشرتنا الفنية هنرجع تاني لمصطفى وفسانت واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر عودة ليكم مصطفى وفسانت شكرا لك يا هلا